أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إيمان القيادات السياسية والحكومة بأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع وأكد مدبولي في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس في افتتاح مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة على أن الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسستها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج ويطيب لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة حيث تحرس القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري هم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن والداعمون للدولة المصرية في كل الأوقات ولذلك تعمل الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج وتسعى دوما للتعرف على متتطلباتهم والعمع على حل أي مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشق بمصر والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة